في فيديو شهير جدا اليومين دول عن منتج معين برضو جايبين ونبيرموا كل الكاراتين الخاصة بالمنتج ده وانه فيه مادة مصرطنة ايو انا بكلم عن هذا الموضوع هو الموضوع ده اه انا عايز اقولك انه يعني هذا الموضوع بالذات يعني اول شركة المنتجة لهذا المنتج بالذات انا كنت في الزيارة ليه من حوالي اسبوعين وكانوا بيفتتحوا التوسعات وخطوط انتاج اضافي يعني المصنع فعلا عايز اقولك انه له من الظروف التصنيع والاجراءات والاحتياطات للأكل والسلامة حاجة تفوق الخيال يعني حتى انا لما ببص على الخبر ببتدي يعني طب ده خبر كان مصاحب ممكن الخبر لو كان مكتوب نقول بعض الشركات التنافسية او يعني في مشاكل لكن ده الخبر ده تحديدا كان مصاحب ليه فيديو انه بيتم القاء المنتج ده في مكان ويتم محرقه لانه خلاص يعني ليه تما فيه فيديوهات تانية اللي بيفتح علبة كرتون العصير وبيدلقها في طبق وتنزل حشرة كاملة المعالم كاملة المعالم والفني يعرف انه ظروف انتاج العصير بيمر على مراحل مختلفة من التعقيم والبسترة ودرجة حرارة اكتر من 100 درجة مئوية وثم تبريد ثم مصافي على القط وازاي يعني حشرة هتمر بكل هذه المراحل وتخرج كاملة المعالم بهذا الموضوع اقصد اقول في النهاية ان انا لو انا قاصد ان انا اعمل فيديو احاعمل فيديو لكن المهم ان قبل ما اروح لوسائل الاعلام واعمل الضجة بتاعتي اللي انا بستهدفها لو انا مش من هذا النوع من البشر اروح الاول لجهة حكومية الرقابة الصناعية انا ليه عملت القط الساخن يعني مفروض الناس ما تصدقش كل ما يتم تداوله في المواقع التواصل الاجتماعي وترجع لجهة طبعا تتأكد اذا ما صدر بيان رسمي من هذه الجهة يعني الوقع لحضرتك ذكرتيها هناك بيان رسمي صدر من وزارة الصناع والتجارة